ننهي الملف السوري اللي حضرتك وصفته بالمعقد وإنه حتى نظرتك تشاؤمية تجاه التطورات الأوضاع لذلك بس أنا بتذكر الآن في هذا المبنى كانت هناك لقاءات تجمع الوزراء العرب مع نزرائهم في تركيا وفي البلدان أخرى أنا تذكر اجتماع هنا لما حضرتك كنت وزير للخارجية وحضر هذا الاجتماع في جامعة الدول العربية أحمد داود أغلو وزير الخارجية التركي وعبدالله جول دعي كوزير للخارجية هو كان رئيس سابق وكان رئيس حكومة سابق وكان وزير خارجية سابق ما الذي تغير اللي تغير الوضع الإقليمي اللي تغير علاقة تركيا برؤيتها لتطورات الإقليم التدخلات التركية في الإقليم ما بدأ وكأنه هذه التطورات التي شهدتها المنطقة وشهدها الإقليم منذ 2011 تخدم المصالح التركية وبالتالي ينبغي الترويج لها والنقف مع هذا الطرف ضد ذاك ومن هنا تحركت تركيا في اتجاه آخر وكشفت عن وجه ليس بالضرورة هو الوجه الذي قدمت نفسها به في 2005 و200 يعني تركيا تحدثت دائما عن مناصرتها للقضية الفلسطينية ومن من العرب لا يناصر القضية الفلسطينية وبالتالي نحن نشكركم على مناصرتكم للقضية الفلسطينية ولكن يجب أيضا أن تناصروا القضية الفلسطينية وليس طرف واحد في القضية الفلسطينية الطرف القريب ايدولوجيا قريب ايدولوجيا الرئيس أبو مازن له علاقة طيبة بأنقارة وبرئيس الجمهورية التركية فليكن لا يعني أنكم تقفون مع القضية الفلسطينية أنكم تتدخلون في الشأن العربي هكذا موسيقى